شاركت وزارة الداخلية ذوي الإعاقة البصرية الاحتفالة باليوم العالمي للمكفوفين والعصى البيضاء انطلاقا من دورها الإنساني والمجتمعية وكذلك حرصها على دعم ذوي الهمم وتوفير وتيسير الخدمات لهم لا تمر مناسبة خاصة بذوي الهمم إلا وتحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم لاحتفالات انطلاقا من دورها الإنساني والمجتمعي من هنا كانت مشاركة الوزارة ذوي الإعاقة البصرية الاحتفالة باليوم العالمي للمكفوفين والعصى البيضاء في تقليد سنوي تحرص الوزارة على إحيائه دعما لهم وتأكيدا على مساندتهم أنا موجود في وسط الخليلي طاولي مجهود وحظ الحلوكم بينكم ولي وجود أنا النور اللي جوايا ينور ليكو كل مكان أنا اللي اللي تسمعها ومش محتاج عشان هوتاك طبعاً اللقاء ده مش أول اللقاء بتعمله معانا وزارة الداخلية ولكن هي بتقدم الدعم المستمر لزوي الأعافة طبعاً ده جاي من اهتمام سياد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزوي الاحتجاجات الخاصة أنا مبسطة جداً أن أنا النهاردة في نادي الشرطة وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه لنا دائم واهتمامه بينا بسطة أوي أوي صراحة وأحب أن أشكر السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أنه هو دايماً نش بإنسانه وفكرنا وأنه هو دايماً بيهتم بزوء الهمن وزوء الاحتجاجات الخاصة أحب أن أشكر سياد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه هو دايماً فكرنا ومش نشينا شكراً جزيلاً لي وتحية مصد وتحية مصد وتحية مصد شاركت كافة قطاعات الوزارة ومدريات الأمن في هذه الاحتفالات حيث تم تنظيم زيارات إلى مدارس المكفوفين على مستوى الجمهورية وتوزيع هدايا على طلابها وأسنوا على مبادرة الوزارة للاحتفال بهم ومعهم بهذا اليوم وحظ الحلوكم بينكم وليا وجود أنا النور اللي جوايا ينور ليكم كل مكان أنا النور اللي تسمعها ومش محتاج عشان هوتاها نشكر وزارة الداخلية كده من نشكر سياد الرئيس على دعم لنا أنه هو عطول بفكرنا وبيبعث لنا هدايا زباة جوم واحتفلوا معانا بيوم العصر البيضاء وجودنا هدايا بجد فرحانة جدا أحب أقول سياد الرئيس شكرا لحضرتك وتحي مصر تحي مصر تحي مصر أنا الإنسان أنا الإنسان أنا موقوف عندي أمان فيكم وبيكم بنبني عزيمة وعمل أيديك في أيدي حبنا تبقى جنة مش بس غين ودى نور جديد بدايته بالنه نحن نشكر السيادة الرئيس انه هو فيه اهتمام خاص بزاوي الهمم وبيبقى فيه مبادرات وفعاليات كتير بتحصل من الرئاسة يعني فطبعاً بنشكرهم نشكر زباط وزارة الداخلية على مشاركتنا دايماً في الفعاليات بتاعتنا كنا مبسوطين جداً باليوم دوت وبشكر سيادة الرئيس لانه هو دايماً اللي بيبعثهم لنا وبيدعمنا دايماً وما بينساناش حب اشكر شكر فاصل لسيادة الرئيس على اهتمامه بنا وانه هو دايماً بيحب انه هو يقدم بنا حاجات تساعدنا وتدعمنا شكراً لرئيس انت يعني كل سنة بتفتكرنا وبتقابلنا حدايا وانا بحبك فعلاً وفي اطار هذه الاحتفالات استقبل قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية وفداً من المجلس القومي للاشخاص ذو الإعاقة وجمعيات المكفوفين المصرية والمركز النموذجي للمكفوفين حيث تم الاحتفاء بهم وتوزيع العصى البيضاء عليهم وسط اشاد منهم بما تبدله وزارة الداخلية من جهود للتيسير عليهم ودعمهم بخاصة في تقديم الخدمات لهم دليل خدمات وزارة الداخلية ده طبعاً هذا الدليل يعتبر فقر لذوي الاعاقة البصرية ده طبعاً لتحت ايدي معمول للبرايل للمكفوفين هو دليل او خارط الطريق بيعرفني لو حب اطلع اطلع وثيقة او جواز سفر او بطاقة ايه الخطوات المتبعة والاماكن اللي بتقدم الخدمة كان جزء كبير جداً من المعاناة بالنسبة للمكفوفين في استخراج الاوراق الثبوتية وفي الحقيقة هم يعني كوزارة الداخلية الحمد لله قدمت لنا الدعم بشكل كبير احنا نقدر نستخرج الاوراق دي بكل سهولة ويسر دائماً ما كانت وزارة الداخلية سباقة نحو دعم ذوي الهمم ايماناً منها بقدراتهم واهمية دعمهم ومساندتهم اهتمام وزارة الداخلية بالاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصر بيضاء وتأكيد على البعد الإنساني في الاستراتيجيات الأمنية والتي تسعى من خلالها وزارة الداخلية الى الاحتفاء مع ذوي الهمم بكافة المناسبات الخاصة بهم وايضاً الاهتمام بالتيسير والتسهيل عليهم في كافة المواقع الشراطية عند تقديم الخدمات لهم عبدالله بركات التلفزيون المصري